السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكو شباب عاملين ايه انا دكتور وسام امبارح يبتدينا نحل اول امتحان معنا اول مراجعة طبعا انا ما كنتش عاملة الصفحة دي على اليوتيوب قناة لسا عمليها علشان خاطر كزا حد من الولاد 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 دكتور احنا عايزين مراجعات وكانوا عايزين يشوفوا الحكاية دي او الفيديو يكون عندهم على اليوتيوب علشان يقدروا يتابعوا وانا حبيت ان انا نزل مراجعة للكل يستفيد ان شاء الله طبعا لسا في موضوع رفع الفيديوهات والحكاية دي على اليوتيوب بتاخد معايا وقت فبقيت الترايل بتاعت امبارح بقيت الامتحان لسا بيتحمل عشان تقيل شوية بياخد وقت فحبيت اعمل لكم فيديو سريع لانه جاري كزا كومنت او جاري كزا سؤال عن الملزمة لان انا قلبت فيها امبارح شوية فلافتت نظر كزا حد منكم فحبوا ان هو يسألني عن الملزمة اكتر طبعا الملزمة بتاعة البيولوجي بتاع الـ EST2 دي خاصة بي انا عامليها مجمعة فيها كل كل المعلومات اللي المفروضة ان احنا نكون عارفينها في الشغل بتاعنا او في الكورس بتاع البيولوجي بتاع الـ EST2 طبعا البيولوجي as a course معروف الـ topics بتاعته وفي عندنا sources كتيرة للـ topics بتاعت البيولوجي في عندنا كتب الساة القديمة اللي احنا عارفينها كلنا كنا بنشتغل منها والـ sources اصلا موجودة لكن مع نزول الـ topics على الموقع بتاع الـ EST فضيفنا حاجات للملزمة وكمان في الامتحانات اللي نزلت الفترة اللي فاتت فاكتشفنا بعد كل امتحان بيبقى فيه فكرة جديدة لسؤال فاحنا بنضيف المعلومات دي كلها على الملزمة او الكتاب بتاع البيولوجي بتاعنا الملزمة مشروحة بشرح بمبسط جدا في يعني متلخصة في صورة points في بعض ال-expressions محتوط لها definitions مكتوب امتى هنحفظ الحاجات دي لا دي مش هنحفظها لا دي هتبقى بس للقراءة او المعلومات في حاجات كتير بحب ان انتو تقروها بس مش عايزاكوا تحفظوها لانه الحافظ شوية بسبب لبعض منكم مشكلة ففي حاجات مش عايزين نحفظها في حاجات بس مجرد ان انا اراها ومعمولة بطريقة او بشكل معين في الملزمة بتاعتنا بحيث انها يعني تلقط الصورة نفسها في اريا معينة في البرين طبعا انا تخصوصي اصلا نيورو فيسيولوجي جهاز عصبي وبشتغل على فص معين في المخ بيلقط الصورة انا دي فكرة الشغل بتاعي طبعا بتفهمه وتتعلمه المعلومة وكل حاجة بس في الاخر انا بلعب على حتة انه المخ زي ما انا باعد احفظه وخزن المعلومات وتعلم وافهم وخزن المعلومات في دماغي كمان بلعب على حتة الاريا المسؤولة عن ان انا اخد زي سكرينشوت للشاشة اللي قدامي كده وتتخزن عندي فافضل فكرة شكل الحاجة في المكان الفلاني بالمعلومة الفلانية فانا افهمها او افتكرها يعني استرجعها لما تطلب من المعلومة وتبر في المحضرة في الامتحان في اي وقت تمام الملزمة بتاعتنا فيها كل اللي دخل معنا في الامتحان بالتفصيل في جزء بتاع الانيمال والهيومن فيسيولوجي موجود في جزء منفصل لانه هو الوحده كبير يعني جزء كبير جدا بنشرح بتاعت الجزم ازاي بتشتغل بالتفصيل فده هيكون في كتاب منفصل او في ملزمة منفصلة اهم حاجة عندي في الملزمة بتاعتنا ان احنا بنغطي كل الـ 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 هي ذي الـ اللي بيركز عليها الـ تمام فلو احنا بصينا على التوبيكس معي كده خليكو ثانية واحدة دي التوبيكس او هي التوبيكس اللي قسم منها الكورس بتاع البيولوجي في الـ او الـ ركزت على ابتداء من الـ اتم يعني احنا بنتكلم ابتداء من الـ اتم خلاص مرورا بكل الحاجة هنكبر اكتر بقى يعني الـ اتم دي اصغر حاجة بتاعة كوكب الارض كل بالتفصيل طبعا كل الحاجات دي مشروحة بالتفصيل هنتكلم الـ الـ هي المالكيولز اهم من المالكيولز الـ والمالكيولز عندنا و الماكرو مالكيولز طبعا الماكرو مالكيولز هي فكرة اننا عندي مهمة جدا في شغلنا زي مثلا الفوسفوليبيت الفوسفوليبيت اللي موجود في الـ الممبرين زي مثلا الماكرو مالكيولز اللي موجوده داخل السل ممبرين داخل السل نفسها داخل سيتو بلازم داخل الـ يعني كل كنباوند اثنين مالكيولز هيمو ماكرو مالكيول عبارة عن هيم والغلوبين يعني حاجة زي كده هم ياخد المعلومات دي كلها بعد كده بدخل على بالتفصيل السل نفسها السل دي بقى فيها كل حاجة من والدينة والرنة وزي بيحصل الديفاجن وكل حاجة كل حاجة في السل بناخدها بعد كده ناخد أنواع التيشوز والسيستم والأورجنز ده جزء الشابتر بتاع الفيسيولوجي يعني هندخل بقى الملزمة بتاع الفيسيولوجي تمام بعد كده بندخل بقى على الأورجنزم طبعا السيستم كذا سيستم مع بعض بيعملي أورجنزم الأورجنزم ده هو الكائن الحي الكائن الحي ده أنا لازم أعرف التصنيف أو الوضع التصنيفي بتاعه فبناخد التكسونومي الشابتر بتاع التكسونومي معمول بشكل لطيف جدا وسهلس وسهل مدعم بالصور أكتر منه المعلومات علشان زي ما قلت لكم أنا بشتغل على برين إيريا معينة بحيث أنه مجرد ما أفتكر الصورة أفتكر المعلومة يعني أوه نضطر نحفظ حبة حاجات لكن أنا بعتمد على عناية أكتر بعد كده أكون مجموعة من الأورجنزم مع بعض شبه بعض من نفس الاسبيشيز بتاع مني الـ population تمام؟ أنا عايز أتعرف أكتر عن الـ population أفهم كل حاجة جوة الـ population إذن من هنا بتدينا نقسم الشغل بتاعنا بقى الـ behavior والإيكولوجي والـ evolution distribution والـ relations تمام؟ مجموعة من الـ populations مع بعض population حيوان و population إنسان و population نبات تمام؟ من الـ living organisms بيعملولي حاجة اسمها community تمام؟ طب الـ community ده كلهم living organisms لما أنا بقى هعمل community من الـ living organisms وهعمل interaction ما بينهم وبين non-living يعني المية والهوى والجبال وإلى ذلك يبقى أنا بك بكلم عن eco-system أوكي؟ الـ eco-system ده هعرف فيه بقى كل حاجة من خاصة بالبيوتك والإي بيوتك والبيوم وأنواع الـ land اللي عندنا وأنواع المية والحاجات دي كلها والـ cycles بتاعت الإيكولوجي أهم من cycles زي الـ carbon nitrogen and phosphorus والـ water cycle بعد كده هاخد كل الكلام ده بقى واجمعهم في الـ biosphere اللي احنا عايشين فيه as a final step في الكورس بتاع البيولوجي بتاعنا دي مكونات الملزمة بتاعتنا الملزمة كاملة من تجميعي يعني ما حدش يقول إن الملزمة من من تأليفي أو أي كتاب من تأليفي طبعا احنا كلنا بنشتغل من text box أساسية متجمعة ومتلخصة بشكل معين بحيث بحيث تكون بسيطة أو قريبة لطريقة تحصلكم للمعلومة الحابب ياخد الملزمة أو الحابب يتحصل عليها يتواصل معي على الرقم اللي موجود عندنا في الأول صفحة زي ما انتوا شايفين ملزمة فيها معلومات كتيرة جدا إن شاء الله يا رب إنها تنفعكم اللي حابب يتواصل معي اللي حابب يسأل أكتر اللي حابب يستفسر عن حاجة معينة اللي عنده سؤال معين أو حاجة عايزني أتكلم عنها أو أشرحها يريد يبعث لي أو يكتب حتى في الكومنتات وأنا هعمل لكم إن شاء الله فيديوهات دايما يمكن أنا بديت القناة متأخر كان المفروض أبتديها بدري شوية لكن على ما جات للفكرة لكن إن شاء الله أتمنى أن أنتو تدخلوا الترايل اللي جاي دي وتجيبوا الاسكور اللي أنتو بتتمنوا وتحققوا أحلامكم واللي هيكمل ويدخل الترايل بتاعت إن شاء الله مارس هتلاقوا فيديوهات أكتر وهنجمع معلومات أكتر مع بعض رقمي للتواصل موجود عندكم ولو حد برضو حابب يكتب كومنتات زي ما قلت لكم أنا معيكم أهلا بيكم يا شباب وأشوفكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة